قال مسعود بارزاني أن الأوضاع الحالية في كاركوك والمناطق الأخرى ضمن المناطق المتنازع عليها هي أوضاع أنية ومؤقتة أضف بارزاني أنه من الضرورية تطبيع الأوضاع في كاركوك وغيرها من المناطق التي تعتبر خارج إدارة كردستان وتطبيق المادة 140 وإزالة مظاهر الاعتداءات والقتل الجماعي والتهجير التي حدثت في تلك المناطق وخصوصا في قضاية سورماتو